اشتركوا في القناة ممتاز بارك الله فيك يا صغيرتي من حفظت الانشودة يا صغيرتي تفضلي بارك الله فيك هل حفظتموها جميعا ممتاز بارك الله فيكم كان عنوان انشودتنا في الحصة الماضية محمد وديع من تذكرنا بلون ورقم وعنوان الوحدة من تذكرنا برقم ورقم ورقم وعنوان الوحدة ممتاز بارك الله فيك يا صغيرتي ممتاز بارك الله فيك يا صغيرتي شكرا لك يا صغيرتي عندما نريد ان نذهب الى بيت جدتي او عندما ويوجد هناك جدتي مريضة او كبيرة في السن نريد ذهاب اليها هل نذهب بشكل عشوائي ونصدر اصوات وضجيج ونطرق الباب بكل ما اتينا من قوة او يجب ان نتحلى باخلاقيات حثنا عليها ديننا الاسلامي تفضلي يا صغيرتي ممتاز يجب ان نتحلى بالاداب والسلوكيات التي حثنا عليها الدين الاسلامي اذا باذن الله درسنا اليوم اداب الزيارة اذا سوف نتعلم اليوم اداب الزيارة التي يتوجب علينا تطبيقها عندما نذهب لزيارة مريض او لزيارة كبير في السن بارك الله فيكم يا صغيرتي لا ننسى تدوين التاريخ على رأس الصفحة من الرائعة التي تذكرنا بلون ورقم وعنوان الوحدة تفضلي يا صغيرتي ممتازة لونها ازرق وعنوانها اداب والسلوك ورقمها خمسة بارك الله فيك اداب الزيارة هو عنوان الدرس نستمع للنص يا صغيرتي كل صغيرة منكم تحمل في يدها قلم رصاص اذا وجدت كلمة صعبة تضع خط صغير حتى يتسنى لها السؤال عن معناها سوف نستمع الى النص الان اي بطلة عندها اي سؤال تستطيع سؤالي اي بطلة عندها اي كلمة صعبة تستطيع السؤال عن هذه الكلمة الصعبة تستطيع السؤال عن عنوان هذه الكلمة الصعبة نستمع الى النص سويا ثاني الجميل ينصد بسم الله وصلاة السلام على عطاة الانبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عفواً عفواً يا صغيرتي جميعا محمد وصحبه جميعا محمد وصحبه الجميع غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء فمن من كنا تستطيع مرافقتي التلميذة فكرة رائعة يا أستاذة كلنا نريد مرافقتك المعلمة علينا أن نتدم أداب الزيارة فمن تذكرنا بها هند سوف نكتفي يا صغيراتي بهذه الجزئية لهذا الدرس بإذن الله وسوف نكمل الجزئية الباقية الحصة القادمة واضح النص يا ثاني واضح النص يا صغيراتي طيب الجميع يتبع سوف أقرأ آداب الزيارة غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء فمن من كنا تستطيع مرافقتي التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة كلنا نريد مرافقتك المعلمة علينا أن نلتزم آداب الزيارة فمن تذكرنا بها سوف أقرأ النص يا ثاني للمرة الأخرى الجميع يستمع وينتبه للظواهر الصوتية تستطيعون تحديدها للمشاركة فيما بعد آداب الزيارة غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء فمن من كنا تستطيع مرافقتي التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة كلنا نريد مرافقتك المعلمة علينا أن نلتزم آداب الزيارة فمن تذكرنا بها هل هناك أي كلمة صعبة يا ثاني؟ هل هناك أي كلمة صعبة؟ ما معنى مرافقتي؟ ما معنى كلمة مرافقتي؟ لا يوجد كلمات؟ شكرا لكم ما معنى كلمة مرافقتي؟ رائعة رائعة مرافقتي أي الذهاب معي شكرا لك فكرة جميلة جميلة ما أود كلمة جميلة بارك الله فيك قبيحة شكرا لك حبيبتي سوف نتوقف إلى هذه الجزئية الثاني سوف نتعلم بالغد بإذن الله آداب الزيارة الآن نأخذ هذه المقدمة غابت وفاء عن المدرسة عندما غابت فقدتها معلمتها سألت عنها علمت أنها مريضة في المنزل قالت المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء سألت الطالبة تستنصر تقول من من كنا تريد مرافقتي؟ التلميذات فكرة جميلة رحبوا بهذه الفكرة يا أستاذ فكرة جميلة يا أستاذ كلنا نريد مرافقتك أي كلنا سوف نبحث عن الأجر ونذهب معك لزيارة المريض وزيارة زميلتنا وفاء المعلمة لا ننسى علينا أن نلتزم آداب الزيارة فمن تذكرنا بها بدأت بالاستفسار عن آداب الزيارة تريد أن تعرف هل الصغيرات يعرفون آداب الزيارة؟ سوف يستخرجونها الصغيرات بإذن الله ونتعرف عليها سويا في الحصاء القادمة من الرائع التي تقرأ النص؟ في أي كلمة صعبة ثانية؟ في أي كلمة غير مفهومة؟ تفضلي اقرأي حبيبتي ممتاز بارك الله فيك أيضا من تقرأ بارك الله فيك يا صغيرتي قراءة جيدة ممتاز بارك الله فيك يا ثاني ثاني الهدف الرئيسي غفلنا عنه وفي النص القرائي هو أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة بالظواهر الصوتية وبالحركات عفوا يا ثاني غفلنا عن الهدف الرئيسي من النص وهو أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة ملورة الصوت وبق ما يقتضي المعنى بالحركات ومراعية علامات الوقف ثانيا أن تتعلم الطالبة أو أن تتعرف الطالبة على آداب الزيارة وهو ما سنعرفه بإذن الله في الحصة الماضية إذن الهدف الرئيسي من النص القرائي أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة بالحركات وبالظواهر الصوتية واضح يا ثاني أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة بالحركات تفضل يا صغيرتي أقرأ بارك الله فيك بارك الله فيك آداب الزيارة هنا صوتين طويلين نبدأ باستخراج الظواهر الصوتية هنا صوتين طويلين ما هما تفضل يا صغيرتي بارك الله فيك مدى بالألف شكرا لك أيضا هنا لدينا علامة ترقيم ما هي تفضل يا صغيرتي بارك الله فيك فاصلة منقوطة المعلمة بعدها علامة ترقيم أيضا علامة ترقيم من تذكرها لنا بارك الله فيك نقطتان رأسيتان وأيضا هنا من من كن تستطيع مرافقتها ما هذه العلامة ماذا نسميها من من كن تستطيع مرافقتي ممتازة علامة استفهام بارك الله فيك واضح يا ثاني أيضا سألت المعلمة عنها هنا علامة ماذا نسمي هذه العلامة من علامات الترقيم تفضل يا صغيرتي بارك الله فيك فاصلة شكرا لك حبيبتي أيضا يا ثاني المساء ما نوع الهنى تفضلي ممتاز ألي القمرية بارك الله فيك يا صغيرتي التلميذات ما نوع الهنى بارك الله فيك يا الشمسية تكتب ولا تنطق بارك الله فيك يا صغيرتي فكرة جميلة ما نوع التنوين هنا يا صغيراتي فكرة جميلة ما نوع التنوين هنا بارك الله فيك تنوين ضم فمن هنا مقطع من تحدد لي المقطع ومن تسميه هنا مقطع من تحدد لي المقطع ومن تسميه تفضلي يا صغيرتي تفضلي ممتازة مقطع ساكن أنطقيه من بارك الله فيك يا صغيرتي شكرا لك حبيبتي أيضا مرى فقطك هنا صوت طويل من تحدده الألف بارك الله فيك يا صغيرتي بارك الله فيك من تذكرنا بالأصوات الطويلة الثلاثة تفضلي الألف والواو واليا ممتاز بارك الله فيك الأصوات الطويلة ألف ويا وكل صوت من الأصوات الطويلة لديه صديق من الحركات القصيرة الألف صديقه الفتحة الفتحة والواو صديقتها الضمة واليا صديقتها الكسرة واضح يا ثاني من الرائعات التي تريد أن تقرأ بصوت واضح ومعبر تفضل يا صغيرتي اقرأي تفضلي بارك الله فيك تفضلي اقرأ النص بارك الله فيك تفضلي اقرأ النص بارك الله فيك شكرا لك إذن يا ثاني هذا هو درسنا لهذا اليوم المطلوب منكم صغيراتي قراءة الدرس في المنزل قراءة جيدة هنا في التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة كلنا نريد مرافقتك تحديدها إملاء يا ثاني إملاء في المنزل بإذن الله إملاء سوف نأخذها إملاء إن شاء الله نتدرب على النص القرائي أريد الجميع يقرأه بطلاقة أريد من الجميع قراءة النص بطلاقة والتدرب عليه في المنزل التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة كلنا نريد مرافقتك حددوها هذا الإملاء بإذن الله هذا الإملاء الثاني نكتب عنده إملاء وكتابة هذه الجزئية في الدفتر إذن كتابة هذا الجزء في الدفتر نحدد هذه الجزئية إملاء ونكتب في الدفتر إذن نكتب يثاني نكتب يثاني كتابة في الدفتر انتهينا من الكتابة انتهينا من تحديد الواجب كتابة النص كما ذكرت إلى الجزئية كاملة حتى تصبح خطوطكم جميلة بإذن الله والإملاء كما حددت لكم هذه الجزئية الإملاء بإذن الله ونتدرب على القراءة تدريب جيد نتدرب على القراءة تدريب جيد إذن ندون يثاني على الصفحة انتهينا من تحديد الواجب والإملاء إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم بإذن الله الحصة القادمة سوف نكمل بقية النص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحصة الماضية بدأنا بهذا النص من بدايته وقرأناه في المنزل من تقرأ النص؟ من تقرأ النص؟ هل تدربتم على النص في المنزل يا رائعات؟ تفضلي اقرأ الجزئية تفضلي تفضلي يا صغيرة اقرأ من البداية ممتاز قراءة جيدة بارك الله فيك تفضلي ممتاز قراءة جيدة بارك الله فيك تفضلي ممتاز قراءة جيدة بارك الله فيك نكتفي ثاني بهذا القدر سوف نبدأ في جزئيتنا بإذن الله لهذا اليوم من تذكرنا بعنوان الدرس؟ تفضلي ممتاز عنوان درسنا الماضي عنوان درسنا آداب الزيارة من تذكرنا برقم ولون وعنوان الوحدة؟ تفضلي يا رائعة بارك الله فيك اللونها أزرق عنوانها آداب ونسلوك ورقمها الخامس الوحدة الخامسة وقفنا في الحصة الماضية إلى هنا سوف نبدأ اليوم جزئيتنا هذه بإذن الله الجميع يستمع للنص ثاني الجميع يستمع إلى النص الجميع يستمع إلى النص وكما تعودنا إن وجدت هناك كلمة صعبة ضعي خط تحتها وأسأليني عن معناها من آداب الزيارة أن نخبر وفاء رغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة شهد أن نقرأ الباب بهدوء فاطمة أن نسلم ثم نسلس في المكان للضيوف أمل أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء ونستأذن قبل انصرافنا وصلت الزائرات إلى منزل وفاء سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل وبعد أيام شفيت وفاء وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام واضح النص يا ثاني واضح النص يا صغيراتي واضح واضح في أي كلمة صعبة يا ثاني ترجمة نانسي قنقر هل يوجد هناك أي كلمة صعبة يا صغيراتي إذن نبدأ قراءة النص هند من آداب الزيارة هند من آداب لا ننسى يا ثاني الهدف الرئيسي من تذكرنا بحفوا قبل أن نبدأ من تذكرنا بالهدف الرئيسي من النص من تذكرنا بالهدف الرئيسي من النص القرائي من الرائع التي تذكرنا بالهدف الرئيسي من النص القرائي تفضل يا صغيرتي ممتاز قراءة النص قراءة أيوة بارك الله فيك قراءة النص قراءة صحيحة بالحركات قراءة النص قراءة صحيحة بالحركات والهدف الوجداني أن تتعلم الطالبة آداب الزيارة سوف نتعلمها بإذن الله هذا اليوم الجميع يتبع كما تعودنا يثاني إن وجدت هناك كلمة صعبة ضعي تحتها خط آداب الزيارة هند من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة شهد أن نقرع الباب شهد أن نقرع الباب بهدوء فاطمة أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد لغيوف أمل أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء ونستأذن قبل انصرافنا وصلت الزائرات إلى منزل وفاء وقرعنا بابه بهدوء سلمنا عليها سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل وجلسنا قليلا ثم انصرفنا سعدت وفاء برؤيتهن وبعد أيام شفيت وعادت إلى مدرستها بصحة وسلا في أي كلمة صعبة يا ثاني في أي كلمة صعبة يا ثاني في النص في أي كلمة صعبة يا صغيراتي في النص لا يوجد كلمات صعبة طيب ما معنى نقرأ ما معنى كلمة نقرأ ما معنى كلمة أن نقرأ أفضلي ممتاز بارك الله فيك معنى نقرأ نطرق معنى نقرأ نطرق بارك الله فيك ما معنى شفيت ما معنى كلمة شفيت ما معنى كلمة شفيت تفضلي بارك الله فيك تعافت أريد ضد كلمة عادت عادت إلى مدرستها بصحة وسلام ضد عادت ذهبت بارك الله فيك يا صغيرتي شكرا لك أريد رائعة تقرأ النص بصوت عالي وقراءة واضحة ولا ننسى تحقيق الهدف الرئيسي من النص القراءة تفضلي بارك الله فيك تفضلي اقرأ النص لا ننسى العنوان يثاني بارك الله فيك يا صغيرتي تفضلي بارك الله فيك يا صغيرتي إذن يثاني أسألت المعلمة عن آداب الزيارة قامت كل طالبة من الطالبات بتذكيرها ببعض من الآداب هند قالت من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة قالت شهد أن نقرأ الباب بهدوء قالت فاطمة أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف قالت أمل أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء ونستأذن قبل انصرافنا واضح ثاني الآداب عندما وصلوا الزائرات إلى منزل وفاء قرعنا بابه بهدوء وفق ما تعلمنا من الآداب سلمنا عليها ألقوا عليها السلام وهو تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسنا عندها ثم دعونا لها بالشفاء العاجل المتوجب علينا يثاني عند زيارة المريض أن ندعو له بالشفاء العاجل فقد قال صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفق العاني فهنا أمر واضح وصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة المريض والدعاء له ندعو له بالشفاء عند زيارتنا للمريض تستخبر لنا الملائكة يثاني منذ دخولنا عند المريض حتى خروجنا من عنده وفي زيارة المريض أجر عظيم في زيارة المريض أجر عظيم يناله زائر المريض جلسنا قليلا عند وفاء ثم انصرف ذهبنا إلى بيوتهم ما أثر ذلك على وفاء سعدت كثيرا بزيارتهم وبرؤيتهم بعد أيام من الله عليها بالشفاء فعادت إلى مدرستها بصحة وسلام واضح ثاني واضح بارك الله فيكم طيب أريد رائعات تذكيرنا بالأداب التي وردت في النص تفضلي ممتاز أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة ممتازة أن نقرع الباب بهدوخ تفضلي أن نسلم ممتازة تفضلي ثم نجلس في المكان المعدل الضيوف بارك الله فيك أيضا أن ندعو لها بالشفاء ولا نطين البقاء أن ندعو لها بالشفاء العاجل بارك الله فيك تفضلي لا نطين البقاء بارك الله فيك ممتازة نستأذن قبل انصرافنا بارك الله فيكم يا ثاني عندما وصلوا هل قرعنا الباب بهدوء أم بفوضى بارك الله فيك قرعنا الباب بهدوء سلمنا ودعونا لها بالشفاء العاجل جلسوا قليلا ثم انصرفوا ماذا كان أثر ذلك على وفا سعدت جدا برؤيتهم بعد أيام شفاها الله وعافاها عادت إلى مدرستها بصحة وسلام في أي كلمة غامضة يا ثاني في أي كلمة غير مفهومة طيب ثاني ان لم يزوروها صديقاتها تخيلوا أنهم لم يزوروها صديقاتها كيف شعورها مبارك الله فيك قد تحزن وقد تستاء أنهم لم يحسوا فيها ولم يأتوا لزيارتها ولم يدعوا لها ممكن نكون دعونا لها بظهر الغيب ولكن الزيارة والإطمئنان عن قرب تفرق طيب ثاني هند ما نوع التنوين هنا تفضل يا صغيرتي مبارك الله فيك تنوين ضم بارك الله فيك تفضل يا صغيرتي بصحة وسلام ما نوع التنوين هنا تنوين كسر بارك الله فيك هند شهد فاطمة أمل وردت بعد كل اسم من هذه الأسماء علامة ترقيم ما هي بارك الله فيك يا صغيرتي نقطتان رأسيتان الشفاء العاجل ورد هنا صوتين طويلة ما هي تفضل يا صغيرتي الألف بارك الله فيك للطيوف ما نوع ما نوع الصوت الطويل هنا الواو بارك الله فيك أيضا الأصوات الطويلة عدديها لي الثلاثة الألف والواو واليا بارك الله فيك الزيارة ما نوع التنوين هنا ما نوع التنوين بارك الله فيك عفوا ما نوع بارك الله فيك الشمسية تكتب ولا تنطق الباب الباب بارك الله فيك نوع القمرية تكتب وتنطق بارك الله فيك يا صغيرتي جلسنا هنا مقطع ساكن من تنطقه لي جلسنا هناك مقطع ساكن لس بارك الله فيك لس لس أيضا في إن صرفن هناك مقطعين ساكنين تفضلي أن رف أن رف بارك الله فيك يا صغيرتي شكرا لك نكتفي ثاني بهذا القدر من الظواهر الصوتية بارك الله فيكم يا رائعات أريد رائعة تقرأ لي بصوت عالي وبصوت واضح تفضلي تفضلي دي أقرأي بصوت عالي بارك الله فيك تفضلي اقرأي بصوت عالي بارك الله فيك الحصة القادمة بإذن الله سوف يكون لدينا درس مكون المكون هذا يقوم على أجوبة منها من النص القرائي المطلوب منكم يا صغيراتي كتابة النص في الدفتر المطلوب منكم كتابة النص كامل في الدفتر نكتب النص يا ثاني في الدفتر دونوا على رأس الصفحة دونوا على رأس الصفحة كتابة كتابة في الدفتر زائد إملاق كتابة في الدفتر ما لشي ثاني كتابة في الدفتر و إملاق الإملاق وصلت الزائرات إلى منزل وفا الجميع يحدد الإملاء وصلت الزائرات إلى منزل وفا حدد الإملاء ثاني الإملاء الإملاء وصلت إلى منزل الزائرات إلى منزل وفا إذن نتدرب على قراءة النص في المنزل نتدرب على قراءة النص في المنزل الثاني نتدرب على قراءة النص في المنزل إن شاء الله ونكتب النص في الدفتر ونحدد الإملاء وصلت الزائرات إلى منزل وفا وقرعنا بابه بهدوء في أي سؤال ثاني على النص شكرا لكم يا رائعات غفرنا الثاني أيضا عن السؤال عن ماذا تشاهدون في هذه الصورة هنا الزميلات تفضل يا صغيرتي تفضلي بارك الله فيك الزميلات عندما زاروا وفاء وهي مريضة شكرا لك يا صغيرتي بارك الله فيكم يا ثاني أشكر حضوركم واستماعكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم